شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك تميز شهر رمضان الشهر باكلات الشعبية وخاصة في المجتمع البحريني أنها تقوم ربة الأسرة بعدة واجبة الفطور يومياً وتتميز بالأطباق وهي الهريس والثريد وتتميز أيضاً في الأشياء التي هي الحلويات اللي منها السوغو والخنفر ووش والقيموت وطبعاً الكباب البحريني المميز طبعاً تتشابه العادة وتمكن في الخليج بس يظل الطابع البحريني في الأكلات مميز وهي أهم عادة اللي تحرص الناص عليها اللي هي التجمع العائلة نفسها على سفرة واحدة وهذه العادة طبعاً الحمد لله اللي هي لا زالت عندنا مهما تطور الوقت يعني بس لا زالت ما بين الثريد والهريس مروراً بالجيموت والكباب البحريني فهذه المأكولات الرمضانية الشعبية تعد سيدة المائدة في هذه الأيام المباركة فلا يوجد سفرة في البحرين لا تحتوي على أحد هذه الأطباق أما الغبقة فلها جو خاص في التجمعات العائلية زالت أجمل العادات اللي هي القبقة اللي تكون طبعاً بعد الفطور من أجمل العادات اللي لا زالت البحرينيين حرصين على أنهما يقومون فيها وتتميز بالأكلات الشعبية بعد وأكثر ناص تطلب اللي هي سيد المائدة الأسماك تكون من ضمن هذه القبقات المائدة البحرينية في شهر رمضان لها رونق خاص ومتميز من خلال العديد من المأكلات والأطباق البحرينية الأصيلة ويزيدها تألقاً اجتماع العائلة على مائدة الإفطار والسحور ليستمتعوا بتناول هذه الأطعمة والتي لم يتغير الإقبال عليها مع تعاقب الأجيال فالأكلات الشعبية البحرينية لها بصمة واضحة على المائدة الرمضانية الأكلات البحرينية الشعبية في رمضان لها نكات خاصة خصوصاً وإن المطبخ البحريني يعد الأشهر خليجياً في هذا الموسم لاحتوائه على العديد من الأطباق الشهية والمتنوعة التي تزخر بها المائدة البحرينية خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين